أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنخصصها للملف الثاني من برنامج مادة التاريخ بعنوان الوضع الدولي لطنجا في عهد الحماية للسنة الثانية باكالوريا إذن فالمغرب طبعا في عهد الحماية ما بين 1912-1956 تم تقسيمه إلى ثلاث مناطق النفوذ وهي منطقة منطقة النفوذ الإسباني التي عرفت منطقة الخليفية ثم منطقة النفوذ الفرنسي والمعروفة آنذاك بالمنطقة السلطانية ثم منطقة طنجا التي خضعت للنظام الدولي طبعا ملامح هذا النظام وضعت أسسه وملامحهم الكبرى اتفاقية باريس في دجانب 1923 الموقعة بين كلين من فرنسا وإنجلاتيرا وإسبانيا ومن جهة أخرى ومن جانب آخر قام السلطان المغربي محمد بن يوسف بزيارة إلى طنجا في أبريل 1947 والتي كانت لها دلالات وطنية قوية وعمق إذن على هذا الأساس يمكننا أن نطرح الإشكال الأتي أولا ما هو السياق التاريخي لإرساء النظام الدولي لطنجا ما هي الأجهزة بمعنى الهياكل المسيرة لمنطقة طنجا الدولية ما هي وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية دائما في ظل النظام الدولي ثم أخيرا ما هي الدلالة الوطنية أو المغزى الوطني لزيارة السلطان محمد بن يوسف إلى منطقة طنجا إذن ضمن المحور الأول سنحاول إجابة عن السؤال الأول إذن ما هو السياق التاريخي المفضي لإرساء النظام الدولي لطنجا طبعا هذا النظام مر بأربع مراحل كبرى المرحلة الأولى في 3 أكتوبر 1904 وهو تاريخ توقيع الاتفاق الفرنسي الإسباني وهذا الاتفاق نص على إبقاء الوضع الدولي لطنجا على حاله لما لأنه منذ القرن التاسع عشر بحكم الموقع الجغرافي لطنجا في منطقة البوغاز يعني على مرمى حجر من أوروبا القرب من أوروبا إذن جعلها دائما منذ القرن التاسع عشر عاصمة ديبلوماسية للمغرب طبعا كانت العاصمة هي فاس ولكن الأوروبيون كانت لهم قنصليات وتمتليات ديبلوماسية في مدينة طنجا وبهذا الطريقة طنجا اكتسبت صفتها الدولية لكونها كانت عاصمة ديبلوماسية للمغرب بينما فاس كانت هي العاصمة السياسية المرحلة الثانية في 8 أبريل 1904 تم توقيع الاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي وهذا الاتفاق كان حول المغرب ومصر وكان الاتفاق بين الفرنسيين والإنجليز على أن فرنسا تتنازل عن مصر لصالح إنجلاتر مقابل تنازل هذه الأخيرة عن المغرب لمصلحة فرنسا ولكن من ضمن أيضا ما جاء في هذا الاتفاق الودي بين القوتين الاستعماريتين جعل طنجا منطقة دولية يعني طنجا ستكون منطقة دولية غير خاضعة لنفوذ أي دولة أوروبية أو أجنبية ثم المرحلة الثالثة في 30 مارس 1912 وهو تاريخ توقيع عقد الحماية أو معاهدة الحماية بمدينة فاس عاصمة المغرب أنذاك ونص فصلها الأول على أن مدينة طنجا تبقى على حالتها الخصوصية المعترفة لها بها إذن في عاقد الحماية أيضا زكى يعني التفاقات السابقة أي التفاق الودي الفرنسي الإنجليزي والتفاق الفرنسي الإسباني على جعل مدينة طنجا يعني مدينة يعني لها خصوصية دولية ثم أخيرا المرحلة الرابعة في دجنبر 1923 إذن سيتم توقيع اتفاق باريس وهذا الاتفاق هو الذي يحدد لنا طبيعة النظام الدولي بطنجا لأن ننتقل للمحور الثاني إذن لكي نجيب عن السؤال الثاني إذن ما هي الأجهزة أو الهياكل المسيرة لمنطقة طنجا الدولية إذن الصفة الدولية لطنجا كما قلناك تسيبت تاريخيا ولكن أيضا من حيث الاتفاقيات والمعادات التي وقعت بين القوى الأوروبية وتبلور النظام الدولي كما قلنا بموجب اتفاقية باريس إذن هذا الاتفاق وقعته كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والذي وضع الأسس وركائز النظام الدولي بمنطقة طنجا يعني بالنسبة لأجهزة المسيرة لمنطقة طنجا فمكننا نقسمها إلى قسمين القسم الأول هو الإدارة المخزنية والقسم الثاني الإدارة الدولية بمعنى أنه كانت هناك بنية مزدوجة أو إدارة مزدوجة إدارة مخزنية وإدارة دولية إدارة المخزنية على رأسها المندوب السلطاني أو مندوب السلطان الذي طبعا هو يمثل السلطان بمنطقة طنجا الدولية وبالتالي فهو يمثل المخزن المغربي أيضا يتم تعينه بمقتضى ظاهر وله بعض الصلاحيات الإدارية والقضائية والجبائية ولكنها ظلت محدودة بمعنى أن الصلاحية هي سورية وشكلية أما السلطة الفعلية فظلت بيد الإدارة الدولية إذن هذه الإدارة قسمت إلى ثلاث هيئات الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالنسبة للهيئة التشريعية كانت مختلطة يعني تكونت من مغاربة وأجانب ومهمتها اتخاذ القرارات ذات الصبغة الإدارية والاقتصادية الهيئة الثانية هي الهيئة التنفيذية يرأسها المدير وأسندت لها وظائف أساسية وهي تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة التشريعية إذن فالهيئة التشريعية تسلل القوانين وتصدر القرارات ولكن الهيئة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي بمعنى هي السلطة التي تنفذ هذه القرارات وهذه التشريعات ثم أخيرا هناك الهيئة القضائية وهي أيضا مختلطة تتكون من سبع قضاة وظيفتها البث في النزاعات ذات السبغة التجارية والجنائية والمدنية نأتي الآن للتعرف على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطنجة في ظل النظام الدولي في المحور الثالث إذن بالنسبة للجانب الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي فنلاحظ أن الأجانب وهم من الأوروبيين في الغالب إلى جانبي أو في مقدمتهم الإسبان والفرنسيون نجد أنهم سيطروا على أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في المدينة وأحوازها أي ضواحية وذلك من خلال طبعا هنا الاستفادة من مناخ الأعمال الملائم يعني من البيئة الاستثمارية لأن كانت هناك فرص استثمارية أيضا ضعف أجور العمال أيضا السعر المنخفض للأراضي والعقارات بينما نصيب المغاربة كان هو التميش والإقصاء نتيجة لهذه السيطرة الأوروبية على القطاعات الاقتصادية الحيوية والأساسية في المنطقة طبعا هذه السيطرة كانت لها تبعات منها أولا إغراق أسواق طنجب السلع الأجنبية مما سينعكسه سلبا على الحرفيين من المغاربة وأيضا تراجع المنتوجات المحلية أيضا توافد المغامرين وتجار التهريب من مختلف الأفاق إذن ازدهرت تجارة التهريب أيضا ازدهرت تجارة النقود بسبب تدول كم هائل من العملات الأجنبية لأنها كانت كل دولة أوروبية كانت تسعى لأن تفرض هيمنتها الاقتصادية على المنطقة وبالتالي كان هناك كم هائل من العملات الأجنبية في الأسواق الآن نأتي للوضعية الاجتماعية بمنطقة طنجب في ظل النظام الدولي يعني في 1952 قدرت الساكن العام للطنجب حوالي 172 ألف نسمة معظمهم من المغاربة يعني الأغلبية الصاحقة بنسبة فوق 75% كانت من المغاربة مسلمين ويهود بالنسبة لنسبة المتبقية التي هي 25% فتكونات من رعاية الدول الأجنبية ولكن في مقدمتهم يعني أغلبهم كان من الإسبان والفرنسيين والأنجليس على مستوى الشرائح الاجتماعيات فنجد أن المغاربة المسلمون كانوا من طبقة العمال من خدام البيوت والحرفيين والتجار الصغار والفلاحين بينما ليهود المغاربة مارسوا بعض الأنشطة التجارية والحرفية والمصرفية إذن فقاعدة الهرم الاجتماعي في مدينة الطنجة كانت من المغاربة وبالنسبة للطبقة المتوسطة فكانت قليلة نسبيا بالنسبة للأجانب الذين كانوا في قمة الهرم الاجتماعي فزاولوا أنشطة اقتصادية متنوعة ولكن كانت تتيح دخل مرتفع لذلك نجد أن هؤلاء الأجانب سيطروا على التجارة على النشط التجاري على القطع البنكي وأيضا سيطروا على أجود العقارات وحتكروا أوراش البناء والتجهيز كما نلاحظ في هذه الصورة لمقهى بطنجة فهناك طبعا تنوع ديمغرافي في مدينة الطنجة صحيح أن الأغلبية من المغاربة ولكن كانت هناك أيضا جاليات أجنبية مقيمة بطنجة الآن نأتي للمحور الرابع والأخير إذن ما هي الدلالة أو المغزى الوطني لزيارة السلطان محمد بن يوسف إلى طنجة الأوساط الاستعمارية طبعا حاولت أن تعرقل هذه الزيارة وبالتالي عارضت هذه الزيارة التي كان السلطان المغربي بصدد القيام بها فارتكبت الأوساط الاستعمارية مدباحة الدار البيضاء يوم 7 أبريل 1947 والتي ذهب ضحيتها عدد كبير من المغاربة لثني السلطان على توقيف هذه الزيارة ولكن طبعا السلطان المغربي كان مصرا على القيام بهذه الزيارة وألقى خطابا بمدينة طنجة أكد أو تعهد فيه أولا بالدفع عن حقوق المغاربة والعمل على تحقيق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال ولي العاد الأمير مولاي الحسن أكد في خطابه كذلك على أن العاهل المغربي أي السلطان المغربي ويسعى لتحصيل حق المغاربة في الحياة كشعب مسلم عربي لا يبغي بالإسلام والعربة بديلا إذن تأكيد هنا على الهوية المغربية ولكن أيضا هنا التأكيد على الحرية والاستقلال بالنسبة للأميرة للعائشة في خطابها أيضا أكدت أو نبهت إلى مظاهر النهضة التي يرعاها سلطان البلاد وركزت على ضرورة يقضة المرأة المغربية ونهضتها ولكن أيضا مشاركتها الفاعلة في تقدم ورقي البلاد لذلك فيمكن أن نقول بالمجمل على أن هذه الزيارة أي زيارة طنجة سنة 1947 هدفت أولا إلى اختراق الحدود الوهمية التي افتعلها ورسامها المحتل بين ربوع البلاد كما قلنا تم تقسيم المغرب إلى ثلاث مناطق نفوذ وكان الهدف هو تمزيق وحدة المغرب الترابية وأيضا تمزيق وحدة الصف بالنسبة للشعب المغربي إذن هذه الزيارة كانت عندها هذا الرمز وهو أن المغرب بلد واحد موحد كتلة واحدة وأن هذه الحدود هي حدود مصطنعة ووهمية أوجدها المحتل ثم أيضا المغزى أو الدلالة الوطنية الثانية وهي الحفاظ على تماسك ووحدة الشعب المغربي من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب كذلك التأكيد على وحدة الصف المغربي في مقاومة الاحتلال الأجنبي إذن كخاتمة يمكن أن نقول من خلال كل ما تقدم أن زيارة السلطان محمد بن يوسف إلى طنجة اعتبرت انتصارا باهرا للوطنية المغربية وخطوة حاسمة وهامة في سبيل نيل الاستقلال وبالتالي أعطت زخما كبيرا لنضال المغاربة ملكا وشعبا في سبيل تحقيق الاستقلال في المرحلة اللاحقة إذن ختم أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسها ونوفق في تبليغ مضامن وعنصرة الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوها لي في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحول الله ولقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا